في أخبارنا الدولية دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن لمناظرة انتخابية بعد أن خرج الرجلان من الانتخابات التمهيدية كمرشحين شبه مؤكدين عن الحزب الجمهوري والديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة وتعهد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال برد سريع على خطاب بايدن عن حال الاتحاد وأضاف ترامب أنه مستعد لمناظرة مع بايدن للنقاش حول قضايا حيوية لأمريكا والشعب الأمريكي ومن أجل مصلحة الولايات المتحدة